ايام ايام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم جميعا في ديوانية آيات التي تعقد شهريا وهذا هو اللقاء الثاني لديوانية آيات التي تلتقي بمشاهير القراء والمحبين وخدام كتاب الله الكريم استرني ان نرحب بكم جميعا باسم صاحب الفضيلة الشيخ ناصر بن علي القطامي الذي يرعى ويدير مجموعة آيات ونحن وإياكم أيها الحضور الكرام نظهر الآن عبر الشاشات في قناة آيات الفضائية ومن خلال مجموعة آيات من خلال مواقع عدة تديرها مجموعة آيات فسيكون كل ما يعرض في هذا المساء من خير وبركة وفضل وكلام حسن حول كتاب الله جل وعلا ظاهر لجمهورنا الكريم وفقهم الله قبل أن نرحب بضيفنا وهو محور حديثنا في هذا المساء ونشرف ونفخر بوجوده معنا في هذا المساء كلمة يسيرة لصاحب الفضيلة ويأذن لنا أن فاجأنا بهذه الكلمة لكن بودي أن أسمع منكم كلمة في بداية هذا اللقاء شيخ ناصر الله يحيي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأصلم على نبيه مصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أحييكم الحقيقة هو أحيي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن جاسم البراك وهو المعروف وأحد أئمة المسجد الكبير في دولة الكويت والحقيقة أننا شرفنا بهذا اللقاء أيما شرف كون ضيفنا أحد أعمدة القراءة والإقراء في العالم الإسلامي وجاءت مجموعة آيات اليوم لتتبنى هذه المبادرة في إقامة دوانية آيات الشهرية رغبة في استثماري والاستفادة من التجارب والخبرات في مجال قراءة القرآن الكريم وتعليمه والقيام على خدمته وإن كنت متشوقا لحديث ضيفنا فلا أظن الوحيد المتشوق فالجميع متشوق أيضا للسمع منه والاستفادة من تجربته وسماع بعض المواقف الرائعة خلال مسيرته وفقه الله والتعرف على شيء من هذه الأسرار خلال هذه المدة الطويلة التي فاقت العشرون عاما فلا أحب أيضا الإطالة وأدع المجال لأخي كريم الأخ عبد الرحمن البشري مدير هذا اللقاء والذي شرفنا اليوم أيضا بإدارته لهذا الحوار فليتفضل شكر الله لهم شكرا لك من جديد باسمكم جميعا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن جاسم البراك وحقيقة يعني ترددت كثيرا في سرد هذه السيرة وإن كنا نرى أنها مختصرة لقامة مثل قامة صاحب الفضيلة لكني مضطر ليأتي ببعض النقاط اليسيرة من سيرة الدكتور محمد وهي كما ذكرت لكم لا تعبر عن شخصيتي المليئة والتي خدمت كتاب الله جل وعلا ويعرفها الجميع بغض النظر عن هذه السيرة التي حاول حفظه الله أن يرسلها لنا مختصرة تعلمون أن صاحب الفضيلة الشيخ محمد هو أحد مشاهير قراء القرآن الكريم وهو يشرف بذلك كما هو كل مسلم وهو إمام المسجد الكبير بدولة الكويت من المعلومات الغريبة عن صاحب الفضيلة أنه حفظ كتاب الله كاملا بتوفيق من الله جل وعلا وهو لم يبلغ الثامنة من العمر صاحب الفضيلة الشيخ محمد ختم كتاب الله كاملا حفظا وتلاوة وتجويدا عند الثانية عشرة من عمره والأغرب من ذلك وفقه الله وسدده وأعانه ويسر له كل خير أنه أما أكبر مساجد دولة الكويت وهو ابن الثالثة عشر من عمره حصل فضيلة الشيخ الدكتور محمد على البكاليريوس من جامعة أم القرى بمكة المكرمة في تخصص الفقه وأصوله ثم حصل على الماجستير من جامعة الكويت في تخصص الفقه المقارن وأصول الفقه ويستعد فضيلته الآن لمناقشة رسالة الدكتوراه في تخصص الاقتصاد الإسلامي من جامعة سالفورد في دولة بريطانيا وعنوان رسالته الفرق بين البنوك الإسلامية والتقليدية في التمويل العقاري يعمل فضيلة ضيفنا عضواً في الرقابة الشرعية في البنوك المصرفية في دولة الكويت الشقيقة شيخي الحديث لكم متما رأيتم أن تعطوننا مجال لنتطفل بأسئلتنا أنا أو ربما يشاركني الإخوة الحضور فلكم التوقف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد بادية ذي بدء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بالأخوة الحضور أرحب بفضيلة الشيخ ناصر وبجميع المشايخ الكرام وبضيفنا العزيز المقدم وما تفضلتم به من كلام ومدح للفقير إلى الله سبحانه وتعالى قد لا أستحق هذا المدح وهذا الكلام فأنا جزء من ما أفاء الله علينا به من نعمة القرآن ومن نعمة الإسلام الشكر موصول للشيخ ناصر على هذه الدعوة الكريمة مثل ما تفضل في البداية يعني اتصالي كان معاه اتصال مفاجئ وسبحان الله يسرت الأمور وأنا في بريطانيا أبلغته بأنني عندي إجازة لمدة أسبوع راجع فيها إلى الكويت فطلب مننا رعاه الله أن تكون هذه الاستضافة وبالعكس لبينا الرغبة مباشرة لحبنا وتقديرنا لأخونا وحبيبنا الشيخ ناصر القطام عسى الله يحفظه ويبارك فيه وأيضا للشرف لمشاهدة هذه الوجوه المباركة والتي أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذا الجمع الطيب أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه ومستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئته سهلا ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلوا العقدة من لساني يفقه قولي أنا سمحولي راح أتكلم باللهجة العامية الكويتية فلو مرت أي كلب ومفاهمينها عندنا مترجم له أخونا محمد عباس راح يترجم لكم المفردات الله يحفظكم وعندكتور محمد أخونا وحبيبنا وقارئ ومنشد وطبيب عسى الله يحفظه وسنستعين به بعد قليل إن شاء الله يعني الله يحفظكم طبعا أنا بدايتي كانت في 1990 في الميلادي أي ما يقارب أتوقع في الهجري 1409 أو 1410 وكانت في بداية الغزو كان عمري تقريبا ما بين الثامنة إلى الثامنة والنصف بداية الغزو يعني أول ما صار الغزو كان فيه خوف كان فيه رعب كان فيه طبعا صوت دبابات ومفجرات فأنا يعني بصغر سني كنت أشعر بالخوف فالوضع يعني كان مخيف وبيت العائلة الكل كان موجود عند البيت الوالد رحمة الله أخواني وخواتي وانسباي جميع الموجودين في بيت العائلة وطبعا الدراسة كانت موقفة ما كانت فيه دراسة فأتاني نسيبي نسيبي له زوج أختي فقال لي محمد شنو تحفظ من القرآن قلت له والله ما أحفظ إلا صورة يعني اللي يلزمون فيها المدرسة صورة الإخلاص وصورة الناس وخمس آيات من صورة تبارك فقال ما شاء الله تحفظ من صورة تبارك ترى صورة تبارك هي المنجية من عذاب القبر فإحنا كنا خايفين يعني أنني كان كان ببالي أن أنا بأي فترة ممكن أني أنا أموت أو يصير موت تفكير طفل يعني فقال لي إذا حفظت صورة تبارك تنجيك من عذاب القبر هي المنجية فقال لي ممكن تقرأ فقرأت أنا يعني سبحان الله وهذه نقطة أنا ربي لك الحمد أن أنا كنت متعلق بجدي جدا رحمة الله عليه جدي والد والد والدي وهو دائما أنا كنت أروح مع المسجد حتى في موقف طريف يعني كان عمري سبع سنوات أو سبع سنوات ونصف ثمان سنوات وهو ما شاء الله علي سمونا حمامة مسجد يقعد من العصر إلى صلاة العشاء وأنا كنت متعلق به فأروح مع المسجد لما تصير صلاة المغرب أو صلاة العشاء الناس لما يسجدون الإعقال يضيح بالأرض فأنا أروح أخذهم كلهم وقطهم بزاوية المسجد وراء فأنا كانت لطافة وكانت بالنسبة حق جدي إنه عندما يروح البيت يقول حق والدتي محمد فشلني جدا من الناس وفشلني جدا من المصلين فأنا كنت متعلق به جدا جدا حتى ولما يقيم الليل يقعد يقرق القرآن فأنا كنت أقعد يما وهو ما شاء الله قراءته كان يقلد فيها رحمة الله عليه يعني حبيبنا وحبيب الجميع إمام الحرم الشيخ عبدالله خياط وكان صوته جميل وأنا حبيت الشيخ عبدالله خياط وقراءته من محبتي لجدي فيوم سألني نسيبي طبعا أنا كنت أقرأ بس محد كان يدري عني بس أقرأ بس ما أدري هل قراءتي صحيحة مو صحيحة بس كانت عندي الجرأة وهذه نقطة هنا إن الجرأة إذا صارت مع الشخص تفتح لأبواب كثيرة فقرأت بداية تبارك يعني استغرب أنه فكر أن أنا راح أقرأ له مثلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إليه القراءة للأطفال العادية بس لا أنا قرأت له بترتيل طبعا ما أذكر هذا الترتيل فهو استانس انبهر يعني شلون عندي هذه الجرأة وهذه يعني جمال الصوت بهذاك الوقت و بهذا السن إن تكون عندي فنادى والدتي ونادى أخواتي من ورى الباب وسمعت الوالدة انصدمت أول مرة يعني هذا محمد اللي نسميه الكويتي المشاغب الشيطان كيف يظهر منه كيف يظهر منه هذه القراءة وهذا الارتجال وهذه الثقة لمن يقرأ القرآن فبكت والدتي وهني بعد في مشهد اللي هو يبين أثر أثر دعاء الوالدين فأنا طبعا ما سمعت الدعاءها بس بعدين خواتي قالوا لي إن دعتلك بالتوفيق والسداد والصلاح فكانت هذه بداية الانطلاقة قال خلاص مدام أنت ما شاء الله صوتك جميل وصوتك حلوة بيك تحفظ لي هذه الآيات من تبارك فبلشت في بداية خمس الآيات الأخرى الخمس الثانية إلى أن أتممت سورة تبارك وكانت يعني نقطة مفصلية بالنسبة لي لأن أنا كنت خايف من موضوع الغزو وخايف من الحرب وخايف من اللي ساير في الكويت فالحين أنا ضمنت قلت خلاص إذا أنا مت الله ما رح يعدمني بالقبر يعني سبب حفظي لسورة تبارك كان هذا هو السبب كما أنتم عارفين أن في أيام الغزو لم يكن هناك مؤذنين وهذه سبحان الله قد تكون خيرة لبعض الناس ومنهم أنا نسيبي عرب عليه قال لي طيب لماذا تأذن بالمسيد سمع أذاني وبالعكس كانت تقلد الأذان المصري القديم الذي أول في تلزون الكويت لم يكن هناك أذان شيخنا مصطفى اسماعي الله رحمة الله عليه فكنت قلد وأهم صدم ما شاء الله صوتك حلو لماذا تأذن لأن هناك أحد يأذن في المسجد عمره ما يقارب الخمسة عشر سنة فقال بالعكس أنت صوتك أفضل منه وأحسن منه لماذا تأذن أذان العصر فقالت لي بالعكس أروح أذن هم صارت عندي الجرأة أني بالعكس أبي أروح وبي أذن وبي أخلي الناس تسمع حق أذاني عساس أن أتي وتصلي هم كلمني عن المؤذنين هم أطول وأعناقا يوم القيامة والأحاديث في فضل المؤذنين والأذان وسبحان الله توني بغي تأذن ولا يأتي أحد الشيبان الكبار في المسجد هذا أنا ما بلشت الأذان فقال لحظة 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 ياهل تبي تخليه أذن قال لا ما يخالف وهو أذان مو صلاة اسمع أذانه إن يازلك كان بها إن ما يازلك خلاص ما يأذن محمد وهو يعني عنده ثقة بالعكس إن صوتي راح يعجد في هذا الشايب وفعلاً والله يوم أذنت وخلصت الأذان طبعاً كانت هذه صدمة بالنسبة حق أهلي والدي والدتي وجدي اللي أنا بتعلق فيه وجدتي فدروا إن هذا صوت محمد هو هذا اللي أذن فهذه كانت البداية الحقيقية لمحمد البراك اللي هي كسرت حاجز الخوف كسرت حاجز الرهبة كسرت حاجز الحياء بيني وبين الميكروفون أو بيني وبين الناس فيوم انتهيت من الأذان الشاي بقال حكمي سيبي خلاص ما عاد يأذن اللم حمد ما نبي غيره ما نبي غيره ما نبي غيره يأذن فأيضاً هذا الباب ثاني اللي هو التشجيع يعني إذا الشخص أو إذا الإنسان الموهوب صارت عنده مثلاً موهبة القراءة أو موهبة الأذان ترى الناس اللي حوالينا لهم فضل كبير من بعد الله سبحانه وتعالى سواء في تشجيعه سواء في توجيهه بالكلمة الطيبة أو بالنصح الرشيد بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يسر لي حفظ جزء تبارك وكان أيضاً بتشجيع يعني نسيبي وأحد المصلين إذا أهم الله خير رتبوا حلقة قرآنية وكنت أنا من ضمن هذه الحلقة فابتدأوا بحفظ جزء عمّة وأيضاً هنا في نقطة أنا كنت متعلق جداً في موضوع الكرة أني أنا ألعب كرة فبعض الأوقات تجيني أوقات أني أنا مثلاً ما أحفظ هذه الصورة أو أتكاسل في حفظها فيصير مثل موضوع الثواب والعقاب فيقول لني سيبي يعني إذا حفظت هذه الصورة بكرة راح أرتب لعب كرة قدم فهذه أيضاً نقطة مهمة للأطفال أو للآباء اللي عندهم أولادي اللي هم موضوع الترغيب والترهيب مثلاً إذا كان ولدك متعلق بأمر معين أو بموهبة معينة جميل جداً أن تربط مثلاً حفظ القرآن معه وهذه من الأسباب التي أعانتني على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وكانت في بداية جزء عمّة لله الحمد انتهى التحرير وانتهى الغزو وصار التحرير حتى أذكر آخر آية حفظتها في الغزو كانت صورة قاف بما أنها كانت تتكلم عن الوعب والوعيد وعن الموت فسبحان الله يعني حفظت آخر آية فيها فذكر بالقرآن من يخاف وعيد قعد من الصبح ولا على التحرير طبعاً من ضمن الأسباب أيضاً وهي القصص في القرآن الكريم أنا كنت أحب القصص جداً 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 وكنت أعشق سورة يوسف فكنت أذهب إلى أقربائي مثلاً أختي أو زوج أختي أقول لهم ما يخالف تقول لي سورة يوسف فكانوا يمسكون المصحف ويقرؤونها لي ويفسلونها لي باللهجة العامية التي تناسب عمري وتناسب صغر سني فمثلاً اليوم أسمعها من أختي أروح بعدين زوج أختي أقول لهم مخالف تقول لي هذه القصة قال لي القصة مرة ثانية أروح أختي الكبرى أقول لهم مخالف تقول لي القصة فكنت أسمعها باستمرار كقصة بدون قراءة آيات بدون شيء سبحان الله جيت آل حق نسيبي وقلت له سمع لي سورة يوسف قال لي أنت ما حفظتها قلت له أنا ما حفظتها بس من السماع يعني حفظت بعض آياتها قال لي أوكي سمع ثلاث آيات أربع آيات ولله الحمد سمعت له تقريباً أول أربع وجه بلا خطأ فقال لي أنت ما حفظتها قلت له أولا ما حفظتها من القصة لحبي للقصة فهذا أيضاً سبب ثاني يعين الشخص إذا كان إذا حبب إليه مثلاً سماع القصص مثل أنا عن تجربة حالية مع بناتي بلشت معاهم بسور القرآن مثلاً سورة موسى أو سورة عيسى عليه السلام قصة موسى قصة عيسى قصة يوسف فلما نقول لهم القصة بعدين نقول لهم الآيات هذا شيء يحبب إلى الطفل خاصة شيء كبير فقال لي ما شاء الله مدام حفظت أربع وجه لماذا لا تكمل حفظ السورة؟ قال لي الله بالعكس وسبحان الله بلشت بحفظ السورة وهي أول سورة تعتبر من السور الطوال التي حفظت فيها سورة يوسف مر علينا أول رمضان بعد الغز مباشرة وطبعاً إمام المسجد الحي الذي أنا كنت فيه كان يعرف أن أنا فقط أذن وصوتي جميل وما عندي القدرة أن أنا مثلاً أئم أو كذا ما فتح معي الموضوع هذا أبد فكان يقول إن شاء الله بإذن الله نشوفك إمام هذا المسجد فأنا قوله بالعكس إن شاء الله وكذا بس أنا كنت مستبعد هذا الأمر يعني كل الإستبعات كنا نصلي أذكرها كانت ليلة تقريباً 18 رمضان أو 19 رمضان 1991 تقريباً 1411 خلص ثمان ركعات التراويح التفت علي كان يقول لي يا الله محمد صلي الشيخ أنا انصدمت والذي جنبي أيضاً يعني يقولون أن محمد يصلي أو قصد المؤذن قال لا محمد خلي 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 مسجد منطقة السرة مسجد مريم شاهين الغانم رحمة الله عليها بنته بألف وتسعمة وسبعة وسبعة وسبعين محمد 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 الشيخ أحمد العجمي وخالد القحطاني محمد فتكونت عندي بعض القراءات لهؤلاء المشايخ فأنا كنت جاهز حتى أنا كنت أدعيتهم كنت حافظها بعض الأدعية كنت حافظها بالضبط فصليت الشفح كنت حافظ سورة الأعلى وصورة الكافرون وصليت الوتر والله فتح لي ذاك اليوم في الدعاء فاستانسوا المصليين كانوا سطرين وسطرين ونص والشيبان والموجودين ما شاء الله الله يبارك لك لماذا تصلي أنتوا الدكتور محمد النفيسي هو الذي قدمني الصلاة الله يذكره بالخير فبالعكس الدكتور محمد استانس ورحر فسبحان الله صارت اليوم الثاني قدمني الشفع الوتر بعدين صارت صلاة القيام ليلة عشرين وواحد وعشرين واثنين وعشرين والحمد لله كنت أيضا أصلي الشفع والوتر فقط ما كنت أصلي الصلوات العادية في ليلة ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين سمع عني الدكتور نجيب الرفاعي وطلع معي أول لقاء تلفزيوني حتى حاليا موجود على اليوتيوب لو تكتبون محمد البراك رسائل الإخاء أول لقاء طلعت فيه للجمهور على التلفزيون كان عمري تقريبا تسع سنوات أو تسع سنوات ونصف طبعا أنا وقتها كنت خجول ما كنت أتكلم بس لي صغر سني أهو كان يسألني وأنا كنت أجاوب حتى يعني لو بعض اللقاء تدخلون على اليوتيوب راح تضحكون يعني شوفون شكل ثاني غير الشكل الحالي فكان يسألني عن بداياتي وسألني عن تقليد بعض الأصوات فقلت له الشيخ سديس والشيخ عليبا جابر والشيخ المحيسني والعجمي فبعدين أعلن قال للناس ترى محمد يصلي في مسجد مريم الغانم وكذا وكذا في رمضان وسبحان الله خلص اللقاء وعروب على التلفزيون والناس ما شاء الله يعني تقبلتها تقبل جيد والجيران جوا حق والدتي ويسلمون عليها طبعا في نقطة أنا ما قلتها التعامل الوالد والوالدة بعد محمد القارئ ومحمد الطفل اختلفه 180 درجة يعني أول محمد كان يضرب مثلا كان يرفع عليه الصوت بس سبحان الله بفضل الله ثم بفضل كتابه الكريم تغيرت النظرة وتغير التعامل حتى في نحن عندنا في الكويت وقت العيد يعطون عيادي فأنا عندي أخو أكبر مني رحمة الله عليه توفى وأصغر مني فسبحان الله مثلا هو يعطونا مثلا دينار بالعيد وأنا يعطوني خمس دانير لا انت غير انت الشيخ انت اللي تصلي وانت اللي تأذن فأيضا المفارقة حتى الله يرحمها ويغفر لها جدتي عندما تعطيني فلوس حق المدرسة تقول لي هاك اخذ الدينار وانا طبعا وقتها الدينار يعني صعب وانا كانوا يعطونا مثلا ربع دينار او نصف دينار تقول لي اخذ الدينار وخش تكرمون بالإدلاق عشان لا يشوف أخوك عامر هي تعطي نص وانا تعطيني ذينار فسبحان الله يعني هذه كلها من بركة القرآن بعد ما انتهينا من هذا اللقاء رحت حق الصلاة وكلمني الإمام قال لي خلاص اليوم ابيك تصلي اخر ركعتين ويا شفع ووتر لان مدام الشيخ نجيب رفاعي ذكر لك تصلي يعني الناس لايون على شفع ووتر لا صل ركعتين وشفع ووتر كانت هذه ليلة تقريبا 25 فماشا الله تبارك الله دشينا المسجد ولا المسجد ممتلئ يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ذاك اللقاء صلينا ليلة 25 وليلة 26 ليلة 27 الناس كانت مالية المسجد من صلاة المغرب ممكن ترجع مرحلة الخوف يوم شفت العدد وشفت الحضور طبعا العدد والحضور ربي لك الحمد ما أثر فيني لان ما قلت لكم هو الحاجز اللي كان الأساسي هو موضوع الأذان بعدين موضوع الصلاة من أول صلاة صارت فعلا كان فيه خوف كان فيه رهبة الصوت كان فيه رجفة ثاني أو ثالث يوم الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى يسر الأمور السؤال اللي سألتني يا الله يحفظك سألني يا سألني يا رحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين الشيخ جابر بس بعدين تذكرني بذل الموضوع سبحان الله الناس كانوا موجودة من بعد المغرب وأملة المسجد فيعني هذه كانت الانطلاقة الحقيقية لمحمد البراك حتى يعني كانوا يقولوا للناس إنه الله فيه ناس كانوا يجونك من الخفجي وفيه ناس جوا من قطر حتى يصلون في المسجد ورب لك الحمد يعني فيه نقطة معينة لازم أن أشير لها بعض الناس أو القرباء الخاصين اللي معاي أو اللي ساندوني قدموني النصيحة كانوا دائما دائما ينبهوني من موضوع الرياء وموضوع العجب بالنفس وموضوع أن لا يحوشك الغرور فهذا سبحان الله خلى عندي ردة فعل أن أنا فعلا لا أصير يعني مغرور كانوا خايفين عليه لصغر سني عمري تقريبا عشر سنوات 11 سنة فكانوا خايفين من أن أنا يعني يحوشني بعض الغرور أو بعض العجب بالنفس ولكن ربي لك الحمد هذا الأمر ما كان موجود وهو بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم بفضل التوجيهات اللي كانت من الناس أو الرفقاء المحيطين به يعني مهم الواحد يسمع نعم وأنت كنت صغير في السن فكنت تتشكل على ما هم يريدون وهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى طبعا بعد رمضان حتى نظرة المدرسين ونظرة المدرسة تغيرت بالمعاملة مع محمد البراك اللي كان قبل الغزو اللي كان بعد الغزوانة كنت أقرأ في الصباح في طابور الصباح وحتى التمييز سبحان الله كان في المدرسة يعني يقولون انت خلاص يعني انت قارئ القرآن حتى لو مثلا مرات أدش متأخر يقولون لا لا ده حافظ القرآن سبحانه من فضل الله وكرمه سبحانه وتعالى نأتي حق السنة الثانية إلى رمضان وهي نقول انطلاق الحقيقية أو يعني شهرة محمد البراك على النطاق اللي هو الدولة أو نطاق الخليج طبعا في خلال بعد رمضان اللي أنا أول شيء صليت فيه كان بعض اختراح الأخوة إن أنا ليش ما أسجل إصدار إصدار قرآني فبما أني كنت حافظ سورة يوسف وكنت حافظ سورة يوسف قد يمكن يعلم البعض فكانت أول إصدار لسورة يوسف وربي لك الحمد يعني الله بارك فيها وانتشرت انتشار يعني كبير على مستوى الكويت وعلى مستوى الخليج وهذه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى نفسه الله يذكره بالخير الشيخ نجيب الرفاعي الدكتور نجيب الرفاعي كان جايني في رمضان الثاني اللي صليت فيه وقال لي إحنا داشين مسابقة مسابقة على مستوى دول الخريج باختيار يعني شخصية نموذجية تكون قدوة للشباب والأطفال فوقع الاختيار عليك أن أنت تمثل دولة الكويت فكانوا يمثلون حياتي اليومية وقال لي أن أذهب إلى المدرسة أو المسجد وكان هذا في رمضان يوم صلى التراويح معي شاف الحضور كبير والناس يصلون بره فقال ليش لا تصلي في المسجد الكبير طبعا أنا كنت صغير والدي كان معي ونسيبي فقال لا بالعكس لا أظن أن محمد عنده مشكلة لو صلى في المسجد قال خلاص خلوا الموضوع علي وأنا إن شاء الله برتب الموضوع ترتب الموضوع وتسرت الأمور وجتنا الموافقة دقوا علينا دقوا على الوالد رحمة الله علي العصر قالوا خلي جي محمد المسجد عشان سنشوف السماعات ونشوف مستوى الصوت فدشيت المسجد ولا لقيتهم مشاقلين إصداري وهو سورة يوسف عشان يشوفون السماعات وكذا فقالوا لا يحتاج المسجد فقط نريد أن ترى المسجد وترى طبيعة المسجد لكي تذهب منك الرهبة وقت الصلاة وكانت فعلاً هذه أول مرة يعني أنا شوفيها المسجد الكبير فتم الاتفاق على أن تكون صلاة واحدة وهي ليلة 27 فقط صلاة واحدة كانت ب1993 أي 1400 تقريباً ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر وسبحان الله رب العالمين بارك في هذه الليلة يعني الحضور تجاوز الستين أو الخمس وستين ألف وماكنت أنا يعني ماكنت أنا أصلي بروحي ووالدي قال يعني محمد يتعبد أصلي بروحه فتمت الاستعانة ب الله يذكر بالخير الدكتور صلاة الراشد وأخوة اللي صلى معي أول أربع ركعات وبعدين أنا صليت أخر أربع ركعات مع الشفا والوتر مع الدعاء وكانت ليلة يعني رب لك الحمد كانت مباركة و الله سبحانه وتعالى بارك فيها وفي الحضور وفي القراءة وفي الدعاء الحمد لله وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى بعد رمضان هذا ثالث أو رابع يوم جاءنا اتصال من الديوان الأميري لوالدي وقالوا له أن سمو الأميري يقابل محمد البرك رحمة الله نعم طبعا ما كنت أدري بالموضوع كنت بالمدرسة حالي حالي كان عمري تقريبا 12 و 13 سنة فكان حالي يعني طبعا أن أنت تشوف الأمير يعني حدك الصور والتلفزيون بس إذا إنت تشوفه على الطبيعة بالنسبة لي من سابع المستحيلات كانت سبحان الله يتي البيت قال لي ترى الشيخ جابر يبيك قلت لأي شيخ جابر أنا حتى الشيخ جابر على صغر سني كنا نادي بابا جابر ما كنا نادي قال لي بابا جابر الشيخ الأميري يبيقابلك قلت لأ لا تقص عليه قال لي والله يدقوا عليه وكذا وجهز نفسك أظن كانت بكرة وبعد بكرة راح نروح له وسبحان الله يعني رحنا له وسلمنا عليه ويعني كان من من شدة المفاجأة يعني أنا ما كنت عارف شنو أقول أو شنو أتكلم فغالبا كان والدي رحمة الله ولي يتكلم الشيخ رحمة الله عليه جابر حس بخجلي فدايما يسأل والدي أن إحنا سمعنا أن محمد يقلد الشيخ سديس فقال لي والدي إيه والله يقلد وأنا ساكت يعني وبعدين يوم طلعنا يقول لي أبوي يعني أنت فهمها قال لك يقلد إقراله فقلت لانا جزران يبنى يا أبي أقرال ما أمير أمير وأنا قاعد يمنا فطبعا وبعدين والدي قال تحب لنا إقراله قال والله إليت أسمع منه فسمع مني قلت وقت الشيخ سديس الله يحفظه ويطوله بعمره ولمسي عليه شيخنا وحبيبنا فما شاء الله قاعد يمدحني يمدح في القراءة وبعد ذلك نصحني قال لي هذا القرآن فقال لي هذا القرآن أمسك عليه هذه كلمتها والله قال لي هذا القرآن أمسك عليه أهو اللي راح يعزك في هذه الدنيا ويعزك في الآخرة وإنت مثال للشاب الطموح المجتهد وإحنا بالعكس نعتز ونفتخر بأشخاص مثلك وأنتم أهل القرآن لكم العزة ولكم الكرامة ولكم التوفيق فنوع هذا الكلام سبحان الله يعطاك أريحية وعطاك شعور بأن الأمير لما يكلم طفل عمره ما يتجاوز الثانثة عشر ترى لها وقع كبير في النفس فمثل هذه الكلمات لها وقع كبير في النفس أن أمير أمير دولة يكلم طفل شاب عمره ما يتجاوز ثلاثة عشر بهذا الكلام وهذه النصايح وبعد ما انتهينا ذكر لي قال لي السؤال ما شعورك يوم شفت هذول الآلاف المؤلفة تصلي وراك فأنا كان إجابتي طبيعية طفولية قلت له صلاتي كانت في المسجد الكبير مثل ما كنت أصليها في مسجد السر لا حسيت بفرق فهذه نفس الإجابة لأجاوبتك عنها لأن كسر حاجز صار بيني وبين الناس وبيني وبين المكروفون فسبحان الله هذا كان توفيق وفضل من رب العالمين في ذكر لي قال لي أنا كنت حاضر الصلاة وأنا كنت موجود وما شاء الله الحضور كان طيب وفي ناس تأثروا لأن وقتها كان دعائي فقط مخصص عن الأسرة وكان بعد الغزو وباشرة الموضوع الأسرة كان يستعطف الناس والشارع الكويتي خاصة حتى في حالات صارت فيها إغماء من والدات الأسرة وكذا أخذوهم على الأسعاد فهو يعني يحسب هذا الشيء قبل لا نطلع قال لي أبي منك طلب قلت له تامر يوبا قال لي أبي الصلاة اللي صليتها تسجلها وتنشرها حق الناس وأبي منها نسخة ماشا الله نحنا كنا مسجلين الصلاة بس ما كان ببالنا أن نحنا ننشر الصلاة أو ننزلها بس سبحان الله هنا أيضا نقطة ثانية عندما يأتيك ولي الأمر وهو يكون حريص على هذا الشيء فإحنا بالعكس أخرجنا هذا ثاني إصدار لي اللي هو الرحمن الواقع مع الدعاء فكان يعني كنا نتعب عليه وسهرنا عليه وكنت أجلس في الستيديو حتى مرات ما كنت أروح المدرسة فأول ما خلصنا الإصدار والحمد لله تم نشرة اتصلت مباشرة على مدير مكتبة وأنا ما كنت متوقع يعني أنه بيكون في تفاعل بالموضوع قلت أنا بقول له من باب الأدب والاحترام أني أنا خلصت الأشرطة وبهديها حق الأمير وأنا كنت أفكر أن أعطيها مدير مكتبة ويوصلها للأمير فقلت له أنا حاليا عندي الإصدارات ما هي الطريقة؟ أأيبها لك بو عبد العزيز؟ قال لي لا 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 قال لي أعطني خمس دقائق وأكلمك أقل من دقيقة ردك علي مرة ثانية كان يقول لي باتشر إنتي تقابل الأمير قلت له أنا قال لي إنتي باتشر بس تعال بروحك أبيك بروحك فأي قلت هاب يتوحد فيني وسبحان الله رحت له فعلا هذه المقابلة الثانية كانت مقابلة أب مع ابنه فتح معي الموضوع وإنما ما شاء الله ودراست لك وين ناوي تدرس من ضمن الأسئلة هذه فقلت له أنا بخاطري أدرس لما نخلص الجامعة بالسعودية بأي جامعة بالسعودية قال لي ليش عندنا هني جامعة الكويت مع أنه رحمة الله عليه هو اللي أمر بتأسيس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عام 81 فقلت له أنا حلم وخاطري من صدري إن أنا أكمل في السعودية مو قصورا بجامعة الكويت لا والله بالعكس بس يعني حلم وكل واحد عنده حلم وودة إنه يحقط هذا الحلم قال لي خلاص إذا خلصت الثانوية عطني خبر ودراستك رح تكون على حسابي الخاص أنتم أهل القرآن تكرمون والواحد يفخر ويعتز بخدمتكم وبسعي لمصالحكم فلما رئيس الدولة أو أمير الدولة يكلمك بهذا الكلام ويوعدك بهذه المواعد أنت بالعكس أنت يعني يكون لك حافز فتح الله عليك شيخي يكون لك حافز أن أنت تسعى للأفضل وتسعى للأحسن وتسعى للتطور قربنا على رمضان الثاني بالمسبة حق المسجد الكبير وهنا أيضا نقطة فاصلة يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن تجعل في ميزان الحسنات إن شاء الله كلموني إدارة المسجد الكبير قالوا لي ها محمد إن شاء الله مستعد حق ليلة 27 قلت لهم والله أنا مستعد باللي تمرون فيه بس ليش ليلة 27 ليش ما تصير الليالي العشر كلها الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها كانت تقول إذا أتت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهلا وشدة مئزرة ما كانوا يقولون إذا حضرت ليلة 27 وبوقتها كانت في صحوة الناس عندما يقولون تخصيص ليلة 27 هي بدعة وما يجوز تخصيصها في عندنا ليالي هي الوتر 21 و 23 فقلت لهم لماذا تدخلون في هذا المجال فقالوا يعني الوزارة والميزانية وأحد كون فقلت لهم يسعوا أنت يسرت الأمور كان بها يسرت نحن بذلنا الأسباب وسوينا وهذا كم عمرك؟ أربعة عشر تقريبا كلها التوجيه واربعة عشر طبعا هذا كان بتوصية من الناس ومثلا والدي نسيبي بعض الأصدقاء المقربين طبعا من أكبر مني أي نعم سبحان الله قالوا أبشرك الوزارة وافقوا بصلاة المسجد الكبير ماشاء الله كانوا يصلوا قبل الجامعة الكبيرة لم يصلوا فيها قبل إلا صلاة 27 التي حصلت فيها أول صلاة المسجد الكبير ما شاء الله قام عودة كبيرة تشير حول 12 ألف مصلي داخل وفيه مصلى يومي يشير حول 8 ألاف أو 6 ألاف فهو فقط ليومي والكبير كله مسكر ما يصلون فيه فرمضان الثاني ربي لك الحمد تمت الصلاة جميع العشر والحمد الله هذه السنة تمت من 1414 أو 15 إلى يومنا هذا وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى عندما انتهيت من المرحلة الثانوية أتى تحقيق الحلم موضوع تحقيق الحلم فسجلت أني أدرس وهذه من المواقف التي أريد أن أتكلم عنها في أثر القرآن على محمد البراك هذا هو أول موقف عندما خلصت الثانوية قدمت موضوع أني أدرس في جامعة الكويت والحمد الله تنقوا لي في كلية الشريعة ولكن أنا داخليا لا أمرتاح أنا قلت أني أدرس في السعودية وليس أني أدرس في الكويت كانت ظروف معينة وسرية ما خلتني أني أسافر هذه السنة كانت 1998 التي هي 1419 خلصت أول سنة في الكويت وأنا لا أمرتاح كنت أحاول أني أدرس على منحة أني أدرس رحت التعليم العالي فقالوا أنت الأولوية الآن حق خرجين 1999 فأنت راحت عليك إلا إذا هناك أمور معينة تدرس على حسابك الخاص أو كذا وبس الجامعات ما رح يعطونك منحة لأن أنت موجاية من طرف وزارة التعليم العالي فما أذكر منه قال لي أنت مول أمير قال إذا أنت خلصت تعال يمكنه يعني يرتب أمورك ويخلص فقلت له وين الأمير أنا آخر مرة قابلته قبل أربعة سنين وين يذكرني الآن يعني وين رح يذكر موضوعي أو أو يمكن حتى أهو ناسيني أصلا فاتصرت على مدير مكتبة السلام عليكم بعبد العزيز قلت له معاك أهلا وماذا وماذا أخبارك قلت له أبوعد عزيز خلصت الثنوية ودرست أول سنة في الجامعة وبصراحة أنا بخاطري أدرس قال لي أنت مول أمير قال لك إذا خلصت تعالي تره يسأل عنك ما صار عليه وينك وقال لي كأن اللي كات عليك ما يبارد قلنا هذا الحل وصل وصل الفرج من الله سبحانه وتعالى فقلت له أنا موضوعي يا بوعد عزيز قال لي خلاص أعطنا يومين وأرد عليك يومين أو وكيل التعليم العالم اتصل عليك تعالي المكتب رحت للمكتب حياك الله وشونك وسمح لنا احنا ما عرفناك وكذا وكذا قال لي احنا مخصصين مقعدين لك بس صاحب السمو أمر أن مقعد هذا يخصص لك أنت يا محمد البراك واللي الخريجين هالسنة يتنافسون على مقعد واحد فهذه كانت فاتحة الخير لي وهذا كله كله اللي صار هذا بسبب توفيق الله سبحانه وتعالى ثم بسبب هذا القرآن المبارك أول سنة رحت درست فيها طبعا بعدين رديت من باب الشكر ورد العرفان طلبت مقابلة الأمير أعرض لدرجاتي أن أنا هذه درجاتي وكذا بشرك ومورنا ضيبة واتزاك الله خير حبيت أشكرا يعني فيوم سلمت عليه وقبلت رأسه وإيده طبعا هنا طبعا كبر هذا كان حتى بعد العملية اللي صارت له وصارت العملية رحمة الله عليه في 2002 أتوقع تذكرونها المشايخ جلست تقريبا سبعة وثمانة أشهر في أمريكا أي نعم فكانت مقابلتي هذه إلى بعد رجوعه فتحمت له بالسلامة وشكرته كان يقول لي أنت من أهل القرآن وأهل القرآن نحن نكون خدم لهم أهل القرآن فهذه كانت مثل الصفعة يعني سبحان الله كلما زاد احترام وتقدير أهل القرآن لحامل القرآن أنت سبحان الله تشعر بالفخر وتشعر بالاعتزاز وتشعر بغيمة هذا الكتاب الذي اصطفاك الله سبحانه وتعالى بأن تحمله في قلبك وبين حنانيك سبحان الله تيسرت الأمور وخلصنا وتخرجنا من جامعة أم القرى وكانت طبعا لي مواقف مع بعض المشايخ الحرام ومواقف كثيرة يعني الوقت لا يتسع لحصرها بس من ضمن المواقف المضحكة بأننا كنا في أحد القاعات وكان الدكتور ينادي محمد البراك فأقول له حاضر طبعا ينتهي بعدين من المحاضرة الله يذكرهم بالخير بعض الزملاء حاليا يجوني يقولوني طبعا يسألني الدكتور عادة نحن عندنا عادة في الكويت أن نكتب الاسم محمد جاسم محمد البراك بس في المملكة مثلا محمد بن جاسم فالدكتور سألني قال لي أنت من وين؟ قلت لأ من الكويت فبعض الزملاء يجوني قال لي القارئ محمد البراك يقرب لك؟ هذا أحرج سؤال بالنسبة لي الذي يقول لي ما يقرب لك محمد البراك القارئ فأقول له معاك القارئ يقول لي لا لا تشذب علي ما يصير لك يقرب لك أو لا يقرب لك؟ أقول له أنا القارئ يقول لي يا شيخ واحد منهم قال يا شيخ وعطى لي ظهرة ومشى لين بعدين عاد عرفنا القارئ أيضا من ضمن المواقف كان الله يذكره بالخير الشيخ عبد الرحمن الزديس أنا هديته شريطي الرحمن من الواقعة وصورة يوسف بعمره سنة ثلاثة وتسعين أو أربعة وتسعين مو أنا اللي أعطيته وأحد الأشخاص اللي كان معاي وهو هدا الشريط فكان في أحد القاعات وسبحان الله طلع من المحاضرة فأنا طلعت فسلمت عليه قلت له معاك محمد البراك من الكويت حياة الله شيخ محمد وتشرفنا فيك وكذا مشى شوي ونزل وأنا كنت وراء قلت له لحظة لحظة وين اللي مزاع سلم عليه قال لي محمد البرا فأنا كنت وراء رحت له قال لي أنت الطفل اللي كنت تقرأ قلت له نعم وسبحان الله سلم عليه السلام غير السلام الأول وركبت معا في السيارة ورحنا فهذا كانت من واستمرت ما شرى العلاقة إلى الآن بيني وبين الشيخ هذه مبركات جامعة من القرى بعد ما انتهيت من المرحلة الجامعية وهذا الموقف الثاني اللي أنا ودي يعني أذكره الله يسر لي أني أنا أقدم على رسالة الماجستير في جامعة الكويت فكانوا المقدمين على البرنامج قرابة سبعين وخمسة وسبعين شخص وهم كانوا يبون فقط خمسة فالحمد الله أنا قدمت وكان في خوف كان في خوف أن هل أنا أقبل أو ما أقبل كان طبعا سبعين بلمية من الاختبار في القرآن الكريم وخمسة وعشرين مقابلة شخصية الحمد الله وعديت المقابلة الشخصية وعديت اختبار القرآن وكان في خوف لأنه كان فيه واسطات وكان فيه لأن العدد اللي كانوا يبونه شوية وقالوا ممكن نزيد نخليه إلى عشر أشخاص في مستخدمين أشتغل لأنه يملك لأنه يحب على العميد الله يذكر الله بخير ما يوجد حاليا لقد قلت له شيخنا وعرف هل تم القبول أو لم يتم القبول قال له نتائج خلال يومين راح تطلع بس أنا أبشرك أن أنت يعني من ضمن المقبولين قتلت زاك الله خير ومشكور وما قصرت قال لي كل ما والله لحد الآن أذكرها قال لي بس بدي أقول لك شغلة محمد قال لي وائد ناس دخلت يعني واسطة ودخلت أعضاء ودخلت وزراء عشان يقبلون في البرنامج بس يقول أنت ما كانت لك واسطة إلا القرآن الكريم فهو واسطتك لقبولك في هذا البرنامج فيعني كانت كلمتها أمانة يعني مؤثرة وهذه الكلمة نضعها في نصب عيوننا إذا أنت بتقدم على أي شيء وأنت حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى فاعلم وثق بالله سبحانه وتعالى بأنك ستقدم على غيرك من ضمن المواقف المؤثرة جدا جدا خلال تواجدي السنة الدراسية اللي درست فيها في الكويت شيخنا عدينا الوقت أباقي يعني أشهد قائل إلا أنا من ضمن السنة اللي درستها في الكويت كنت أدرس طبعا من اسمحلي شيخ يعني على الكلمة هذه من المواد اللي لا أطيقها ولا أشتهيها هي مادة النحو اسمحلي شيخ كنت كنت طبعا فسبحان الله المدرس كويتي وكان كبير في السن وكان كبير في السن هذا الدكتور وكان كنت أحضر عنده ما كان يعرفني بس كان يحضر لمحمد البراكوي ويحضر فآخر يوم كانت عنده شعبتين شعبة داوم أو اختبارها لأحد وشعبة اختبارها الثلاثاء فقلت له دكتورنا الحبيب أنا اختبار اليوم الأحد ما استطيع أني أحضره لغروف صحية تخص في الوالدة وما أذكر ما كان عندي ظرف فقلت له ممكن أني أنا أختبر يوم الثلاثاء فقال لي ما في مشكلة شعبت له محمد البراك طيب قال خلاص تعالي يوم الثلاثة فجيت يوم الثلاثة واختبرت الحمد لله والله فتح علي واختبرت وخلصت الاختبار بسلم للورقة قال لي لا انت خلك آخر واحد أنا هني خفت يعني يمكن شاف إجابة عندي خطأ أو شيء أو يريد يناقشني بموضوع فقعت لين آخر الاختبار لين طلعوا كلهم قال لي تعال عطيت الورقة فقال لي أنا ودي أمثل الموقف الشيخ بس لو تسمي نفسك الميكروفون تعطيني شيخ ورقة الله يحببك ورقة واحدة بس لا 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 أبي ورقة فاضية ما يحتاج فمسك الورقة كان يقول لي اللي كان يقرأ اسمه محمد البراك أنت أولا واحد ثاني قلت له لا والله شيخ هذا أنا سبحان الله دمعت عينه دمعت عينه قال لي طبعا أول شيء أبك تدعي لي أنا فيني مرض السرطان وأبي منك الدعاء وأن الله يشافيني ويعافيني فدعيت لعسن الله يشافيك ويعافيك ويسر أمرك ويفتح عليك ويجزيك الخير أنا الحمد لله هنيرتحت يعني عرفت أنه موضوع ليس موضوع شاهد فقال لي أنت يعني كانت كلمتها مؤثرة قال لي أنت سبب بخروج ابني من الظلمات إلى النور بسبب أشرطتك وبسبب أدعيتك فكان يعني سبب خروجه من طريق الفساد وطريق الضلال إلى طريق الصواب ومثل شخص كان سبب أنه ينقذ ابني من الظلمات إلى النور لا يستحق أني أنا أصلح لدرجة اختباره خلاص روح أنت راح تأخذ إيه فكان يعني أنا أتوقع أن رحمة الله عليه يمكن توفى فكان أو عايش هسأ الله يطول بعمره فكان هذا أيضا من المواقف المؤثرة جدا اللي أثرت فيني وأيضا حطتني أني أنا لازم أكون على عاتق أكبر من الجهد والعمل لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى هذه طبعا باختصار قصة أخوكم ومحبكم محمد البراك بعدين طبعا أنتي أسرت لأمور أني أنا أدرس في بريطانيا التي هي التومين الإسلامي بحكم عملي أنا في مصارف ومؤسسات وبنوك إسلامية أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وغفر لنا ولجميع المسلمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاءهم مؤمنا وذهاب أحزاننا وقائدنا وسائقنا إلى إبوالك وإلى جناتك جنات النعيم صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين